تمترس الحكم ببطش القوة الغاشمة حتى بالغ في ذلك وأسرف بالعقوبات الجماعية التي لا حساب فيها لكبير أو صغير أو مريض بالتييس، بالتخوين، بالتهديد، بالتسقيط، بالبعود الكاذبة، بالمواعد الزائفة والمواعد الزائفة بالمحاربة في اللقمة وفصل ألوف الموظفين والعمال والطلاب بذعوة عمالة الأعداد الجماهيرية الواسعة للأجنبي والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي وهو الشيء الذي ارتكبه النظام نفسه بالاستعانة بالجيوش المجاورة لقمع الشعب والشعب من كل ذلك بريء براءة يوسف من دمي يوسف بشراء الإعلام الخارجي المناهض للحق وبثمن باهظ من أموال الشعب بمزيد من التنازلات لدول قريبة وبعيدة وعلى حساب الشعب وعزة الشعب واستقلال البلد بإعلام داخلي بالغ في الزيف والبهتان بأخطر ورقة تهدد أمن المجتمع كله وعلى مدى طويل وتشحي فتنة لا تكاد تنطفئ وهي ورقة الطائفية بورقة الاختلاف في الانتماءات الفكرية والسياسية والورقتان الأخيرتان تستهدفان ثقة المجتمع بعض ببعض وتفتيت اللحمة الوطنية وعزل المعارضة وأن يسود الشك المتبادل بين مختلف الفئات الاجتماعية وتتحارب القوى المختلفة لتكون الحكومة هي الطرف القوي الوحيد الذي يحكم السيطرة على جميع الأطراف الأخرى وتتم له الهيمنة الغاشمة على الأوضاع ويسد الطريق الإصلاح والتغيير وكم تتحمل الأدوات الحكومية من خطباء وكتاب وغيرهم من مسؤولية ثقيلة بين يدي الله سبحانه فيما يؤدونه من دور تخريبي من بث الفرقة وتشتيت الكلمة وزرع الفتنة وإشعال نار الحقد وإيقاد نار الحرب بين أبناء الدين الواحد والوطن الواحد والأمة الواحدة تآمراً على الجميع وكيداً بهم ومناصرةً للظلم وتثبيتاً له وتوسيعاً من رقعته وحرصاً على الدنيا وتزلفاً للقوة الغاشمة وطلباً للمال وكل الجهود التخريبية للحكومة وعملائها وإن استطاعت أن تزرع روح الشك في مساحة من المجتمع وأن تضلل جزء من الرأي العام إلا أن الحركة الشعبية قد بنت جذاراً وطنياً متيناً متيناً وجبهة قوية مقاومة تصر على الوصول إلى حقوق الشعب المسلوبة وتمتعه بحقه الثابت في الحرية والكرامة وتقرير المصير في هذه الجبهة القوية الصامدة من رجال ونساء بمن في هذه الجبهة القوية الصامدة من رجال ونساء يعملون على التفريق بين الرجال والنساء ويعملون على التفريق بين الإسلاميين وغير الإسلاميين ويعملون على التفريق على كل المستويات لا بد أن نبطل كل هذه المحاولات وللشعب وعي كاف لإبطالها سيبقى هذا الجدار الوطني الذي بنى سميكا متينا مقاوما على سماكته ومتانته ومقاومته وستزداد الجبهة الوطنية الصلبة قوة وتماسكا وصلابة أمام كل المحاولات للسلطة وأقلامها المأجورة وإعلامها التخريبي المستهدفة لإحداث الخلخلة فيها وفتح بعض الثغرات في جدارها السميك لتتخلص من ضغط مقاومتها وتفشل الحراكة الشعبية القادر ستبقى هذه الجبهة الوطنية الواعية المتراصة عنيدة على محاولات التفتيت وستواصل مقاومتها حتى ينال الشعب حقوقه الكاملة تكفي الله أكبر ستبقى هذه الجبهة واعية لكل ألعاب السلطة وإعلامها التخريبي رافضة لأي استجابة لمطالب السلطة في تفتيت لحمة هذا الشعب وستبقى جماهير الشعب المجاهدة على جهادها وتراصها وبدلها وتضحيتها حتى تحقيق النصر دون أن ترتد بها عن طريقه كل المحاولات وإن النصر لآتم بإذن الله أرواح المواطنين ليست معروضة للبيع في سوق التجارة ولا يعوض عنها المال ولا يصح أن تطمع المبادلة عنها به أن تطمع المبادلة عنها به القاتلة في مزيد من القتل والاستخفاف بحرمة الدماء والسلطة التي تتحدث مضطرة عن التعويضات بالطريقة التي تخطط لها لا زالت على عدم احترامها لحق الحياة المواطن ولا زالت تزهق أرواح الناس وهم في بيوتهم بالغازات السامة آمنيل وتعرض آخرين للموت في المسيرات استلمية فما قيمة الحديث عن التعويضات في ظل هذا الوضع المستهتري بالحرمات والإصرار على سفك دماء الأبرياء وماذا يوجع السلطة أن تقتل وتعوض عن الأرواح الغالية بشيء من مال الشعب الذي بيدها لا من مالها لابد في القتل من تسمية القاتل والآمر بالقتل وبعد ذلك يرجع الأمر إلى ولي أمر الدم إلى ولي أمر الدم ليختار ما خيره الله فيه ما لم يتصحح الوضع السياسي فلا تعالج مسألة الدماء والأعراض والأموال بأي طريق من الطريق وبأي تعويض من التعويضات إن الضغوط الممارسة على إهمال القمة العربية في بغداد لقضية البحرين من جدول أعمالها ما هي إلا واحدة من محاولات وخطوات عملية عدة متكررة لتغييب هذه القضية عن الأنظار وتمسي معالمها وإعطاء الفرصة السانحة المفتوحة للحكم هنا بالتصرف المطلق الغاشم لإسكاة صوت الشعب بكل الأساليب القمعية والوحشية صوت شعبنا لن يخفت مطالبته بحقه لن تتوقف انطلاقته لن تتراجع اندفاعته لن تخف كبرياءه لن تكسر وإرادته لن تفل صموده لن يلين مطالبه لابد أن تتحقق سعيه لابد أن يفلح ويتحقق الأمل إلا أن رفعها لشعار الديمقراطية والتداول السلم للسلطة وحق الشعوب في العدل والحرية والكرامة يدين أغلب أنظمتها ويعترف بمشروعية حركة الشعوب المطالبة بالحق والحرية ويفتح الباب واسعاً أمام الربيع العربي ليستكمل مهماته الضرورية في الساحة العربية ويعم كل شبر منها بالإصلاح والتغيير فللشعوب أن تقول للأنظمة من ثمك أدينك فبوركت الحركة التحرورية للشعوب والاعتماد على الله وما النص إلا من عنده والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين وما النص إلا من عنده